نروح بقى للنادي الاهلي واللي بيوصل طبعا انتصاراته المحلية بقوة ونجح مبارح فيه انه يزود رصيده في بطولة الدوري بعد طبعا محقق فوز ثمين على البنك الاهلي بهدف نصيف سجله محمد شريف في ديئة 32 بكده بقى حضرات بيرتفع رصيد النادي الاهلي الى 37 نقطة وبيتربع بالتالي على قمة الدوري حتى هذه اللحظة فيما تجمد رصيد البنك الاهلي عند النقطة الـ 12 وبالمناسبة البنك الاهلي حاليا في المركز الـ 16 في ترتيب الدوري طبعا المباراة ابتدت بشكل سريع وحماسي من جانب الفرقتين وشهدت الدقائق الأولى محاولات مكثفة من جانب لعيب النادي الاهلي طبعا حاول عبدالقادر ان هو يسجل بكرة قوية لكنها مرت أعلى المرمة استمر الضغط مع التصدي لهجمات الفريخ المنافس لحد ما اتفكت شفرة المباراة عن طريق محمد شريف اللي سجل الهدف الوحيد في هذا اللقاء بس الماتش الثاني هنرجع للماتش كان حلو جدا أنا سعيدة جدا بمحمد شريف وعودته وعجبني في الماتش كمان استمرار محاولات اللعيب الاهلي عندنا أكتر من مرة ان هم بيتكلموا على التسجيل وعلى هجمات يمكن كمان استمرت يا كريم لغاية اللحظات الأخيرة احنا ما شفناش مثلا في الشوت الثاني بس أو في الشوت الأول بس أو مثلا في وقت معانم ببراء لا احنا شفنا على مدار الماتش كله على مدار التسعين دي بتتكلم في كده يعني لا وشفنا كمان كورة كانت حلوة من كوكة تصدى لي محمد أبو جبل بس كانت حلوة طبعا يعني أداء خلينا نقول لعبتنا فعلا كان كويس جدا خالد عبد الفتاح لو تسمحوا لنا كمان نتكلم عن خالد عبد الفتاح يعني هقولي يعني هذا اللاعب المحترم جدا الصاعد الواعد زي ما بتقال كده واللي هو جاي من سموحة وجاي عنده رغبة وعنده فرصة عظيمة ان هو كمان يعني ينجح مع النادي الأهلي هذا النادي اللي اعتقد كل لعيبة العالم مش هقول العالم خلينا اقول مصر بيتمنوا ان هم ينضموا لي كل لعيبة مصر بيتمنوا ان هم يلعبوا فيه ان شاء الله نبقى نوصل كمان ان هو كل لعيبة العالم نتمنى ذلك على فكرة ايه المشكلة ما هو حصل على اكبر يعني نسب برضو جويس بمقارنة بأندية اخرى